بدأ حلف الشمال الأطلسي وبدأت الولايات المتحدة بسحب قواتهما من أفغانستان عقب قرار الرئيس الأمريكي جو بايدن بإنهاء أطول حروب بلاده بحلول سبتمبر المقبل وبعد قرار أعضاء الحلف هذا الشهر بسحب القوات المشاركة في مهمة الدعم الحازم البالغ عددها 9600 عنصر أكد مسؤولون في النيتو أن عملية الانسحاب ستتم وفق خطة منظمة ومنصقة ومدروسة على أن تكون سلامة الجنود أولوية قصوة في كل خطوة من العملية في الوقت الذي لم يتم تحديد عدد الجنود أو الموعيد النهائية لسحب قوات كل من الدول المعنية حذر حلف النيتو من أن أي هجوم لطالبان خلال الانسحاب سيكون له رد قوي وبالتزامن مع أعلان حلف النيتو علنت نائبة المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جين بير أن القوات الأمريكية بدأت رسميا في الانسحاب من أفغانستان وأوضحت أن تعزيزات عسكرية تشمل قاذفة قنابل وحاملة طائرات أرسلت إلى المنطقة لحماية القوات الأمريكية وضمان انسحابها في ظروف سلزة مبينة في الوقت ذاته أن القيادة الوسطى الأمريكية سوف تقيم الأوضاع في الأسابيع والأشهر المقبلة بالتنسيق مع قوات التحالف من أجل ضمان المرونة للنقل قدرات عسكرية إلى داخل الأراضي الأفغانية وخارجها بدوره تعهد وزير الخارجية الألمانية هيكو ماس بمواصلة دعم بلاده لأفغانستان لفترة ما بعد سحب قوات حلف الشمال الأطلسي من هناك وأكد خلال زيارته لأفغانستان أن ألمانيا ستظل شريكا موثوقا به بجانب المواطنين الأفغان وهي التصريحات التي أدل بها عقب لقائه الرئيس الأفغاني أشرف غني ومعسكر القوات الألمانية بمدينة مزار شريف وهي عاصمة ولاية بلخ بشمال البلاد كان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد قال إن مهمة الدعم الحازم قامت باستفاء هدفها وأعلن سحب القوات الأمريكية بالكامل بحلول 11 من سبتمبر وهو تاريخ رمزي نظرا لتدخل الأمريكيين وحلف النيتو ضد القاعدة في أفغانستان بعد عتداءات 11 من سبتمبر 2001 في الولايات المتحدة وأرجى بايدن الموعد السابق للانسحاب خمسة أشهر وقد نص اتفاق سلف هودنا ترامب مع حركة طالبان على سحب كل قوات الأمريكية بحلول الأول من مايو وفي سياق متصل قال مسؤولون أفغان إن أكثر من مائة من أفراد قوات الأمن الأفغانية قتلوا على مدى الأسبوعين الماضيين وسط تصاعد كبير في هجمات حركة طالبان والتي عدها مراقبون استعراض قوة للحركة المترجم للقناة